اشتركوا في القناة وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن الغارة على الضحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعاً لقيادات مهمة في حزب الله اللبناني ومن جانبه قال مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة حزب الله اللبناني حسبما أورد موقع يديعوت أحرنوت كما أفدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل أعلام إسرائيلية قالت إن الجيش يدعو سكان بلدات حدودية بجنوب لبنان لإخلائها كما قالت القناة في خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلالي طلب سكان ثلاث بنايات بالضحيات الجنوبية لبيروت إخلائها فوراً والابتعاد عنها لمسافة 500 متر على جانب الآخر قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفجلنت خلال لقاء رؤساء سلطات المحلية في الشمال إن المرحلة المقبلة في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريباً وذلك حسب ما بثت إزاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي كما نقلت شبكة سين إن عن مسؤول أمريكي قوله أيضاً أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريباً هجوماً برياً محدوداً على جنوب لبنان كما نقلت صحيفة جليلزيوم بوست عن صادر بالجيش الإسرائيلي قولها بأن العد تنازلي لعملية برية في جنوب لبنان يتحرك أسرع مما كان متوقعاً مواضحة أنه لم يتخذ قرار بشأن شكل وحجم الغزو البري ومن المتوقع أن يقتصر على أجزاء من جنوب لبنان كما أكد المصدر أن تصريح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يؤف جلاً بشأن توقع استخدام سلاح الدبابات قريباً بمثابة بيان حقيقي لنوايا إسرائيل فيما قالت المصادر إنهم مندهشون من عدم فعالية حزب الله بالرد خصوصاً بعد اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين رداً على سؤال بشأن تقارير عن اعتزام إسرائيل بد اجتياح بري للبنان قائلاً ما يؤحني ألا يفعل ذلك وقال الصحفيين علينا التوصل فوراً إلى وقف إطلاق النار أنا على علم تقارير بشأن توجه إسرائيل لشأن عملية برية في لبنان كما أضاف الرئيس الأمريكي وقال سأكون مرتاحاً إذا توقفت العمليات الأسكرية بين إسرائيل وحزب الله مشاهدنا الكرام إلى هنا نكون وصلنا لمهاية هذه التقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة